كلنا شاهدنا المسلسل العائلي الجبعي فامي وعشنا معه ومع شخصيات المسلسل أيام لا تنسى لكن منذ أن انتهى بث هذا الستي كوب العائلي سنة 2011 لم نعد نسمع عن الممثلين الذين شاركوا فيه وخاصة الصغار منهم أي خبر وحتى الكبار منهم هناك العديد منهم توفوا ولم نسمع عنهم رحمهم الله فكيف أصبح شكله وسائل؟ وكم عمرها اليوم؟ وما حقيقة زواجها؟ إخواني في الله أحتاج عشر ثواني فقط من وقتك صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صليت؟ جيد والآن قم بالاستغفار عشر مرات الآن قد فزت بثواب بسم الله لنبدأ الفيديو ويسام بوعلام كان الاسم الأشهر بالنسبة للفنانين الصغار وخاصة مشاركتها في سلسلة الجمع فاميلي سنة 2008 والتي كان عمرها وقتها تسع سنوات فقط وهي من موليد سنة 1999 وعمرها اليوم ثلاثة وعشرون سنة وبعدها شاركت في سلسلة دار البهجة وكان ذلك سنة 2013 في عمر الأربعة عشر سنة لتقوم بعدها ويسام بالابتعاد عن أضواء والاعتزال التمثيل واتجهت نحو الحجاب وهكذا أصبح شكلها وعندما قمنا بسؤال متابعي قناتنا أخبرون أنها قد تزوجت في سن 19 سنة ربي وفقها في حياتها وشارك في مسلسل الجمع فاميلي شخصية أخرى محبوبة وهو أخوي سام في المسلسل واسمه عزدين بوشيب الذي قام بدور سامي للأشخاص الذين لا يعرفون سامي فهو الأخ الأصغر للممثل محمد بوشيب الذي قام بدور أريستو في ذات المسلسل وهو من مواليد سنة 1995 وعمره اليوم 27 سنة حيث أنه شارك أيضا بمسلسل عاشر العاشر في دور بلوطة هكذا أصبح شكله اليوم محمد عبد العظيم بوشيب الذي قام بدور أريستو ولد في 17 جولي سنة 1984 في بنغازي في ليبيا وعاش بعدها في عدة دول قبل أن يستقر في الجزائر العاصمة بحي بير موراد ريس اختير في سن 19 للمشاركة في ناس ملاح سيتي للمخرج جعفر قاسم وكان هذا السيتيكوم أول لقاء له مع الجمهور الجزائري بدأ في الحصة الفكاهية لفهام سنة 2004 وبعدها ظهر في سيتيكوم الكوميدي جبعي فاميلي باسم أرزقي مرقب بأرستو هكذا أصبح شكله اليوم من منا لا يعرف الممثل الكبير ربي يشفيه إن شاء الله صالح أقرود متزوج من المخرج الجزائري فاطمة بالحاج التي أنجب منها ابنته ناسيبة وهو من مواليد سنة 1961 عمره اليوم 61 سنة ساميرا صحراوي في دور زينب تعتبر من قامات التمثيل في الجزائر وهي من مواليد سنة 1967 عمرها اليوم 55 سنة فكانت بدايتها سنة 2001 من خلال سلسلة جوحة فرغم أنها شاركت قبلها بأدوار ثانوية في محطة قسنطينة لكنها برزت أكثر عبر جوحة لأنها أدت أدوار رئيسية لأول مرة بوشرة عقبي في دور صارة وهي ممثلة وعارضة أزياء جزائرية ولدت بالعاصمة الجزائر في 21 أبريل 1985 ولها أدت أعمال منها الجمع فاميلي في مواسمه الثلاثة عمرها اليوم 37 سنة ولديها بنتين عثمان بن داود قام بدور بيدرو أخ زينب وهو مصرح جزائري تخرج من معهد الفنون الدرامية ببرج الكيفين قدم أول مصرحية احترافية للأطفال سنة 1992 بعنوان حنو والتي كانت بدايته في المجال أما من توف من المساسفة هم بلاح بن زين الذي قام بدور قادة وتوفي سنة 2021 رحمه الله وادوج عبدون التي قامت بدور خوخة وفيت سنة 2008 رحمها الله لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تجعلنا نستمر بتقديم المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة